اهلا بحضراتكم مرة تانية انبالح كان فيه كلمة للكابتن محمود الخطيب في الحقيقة كان كلام مهم جدا وفي توقيته مناسب قوي 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 كل عايز يعرف فين المشكلة كل عايز يعرف ليه الاهلي بعيد كل عايز يعرف ليه الاهلي مش في حالته الناس كمان مستغربة من بعض الامور فاختيار التوقيت من وجهة نظري كان مميز والميزة عندنا دايما في النادي الاهلي على مدار التاريخ وعلى مدار رئاساء مجالس الإدارات المختلفين مش كل شوية بنشوفهم في الميديا سواء رئيس مجلس إدارة او اعضاء مجلس الإدارة مش رئيس مجلس الإدارة كل فين وفين كل فين وفين كده لما يطلعوا يتكلموا ولما بيطلعوا يتكلموا بيتكلموا عشان الناس عايزة تسمحهم مش كلام عالفادي او مش لمجرد ان هم يظهروا في التلفزيون وكلام من ده لا هم بيطلعوا عشان يوضحوا بعض الأمور المهمة عشان يوضحوا بعض الأمور المهمة فده أمر مهم وده اللي احنا متعودين عليه دايما داخل النادي الاهلي انا بصراحة بفتخر جدا جدا بيه ان على مدار تاريخ النادي الاهلي دايما رئيس النادي ايا كان مين هو اللي موجود في المنصب الكبير جدا ده ده المنصب ده الكبير قوي ده دايما بيتكلم بمنتهى الرقي والأخلاق والأدب والاحترام في الدنيا فهو ده النادي الاهلي بصراحة تقول لي أصلي انت بتطبل عشان انت في قناة الاهلي يا أخي اكسم بلما بعرف اطبل لو بعرف اطبل كان زمان أمور كتير جدا تغير الحمد لله على كل شيء لكن في كل الأحوال الراجل كمة في الركي كمة في الركي اختيار الألفاظ ازاي يوجه رسائل ازاي يتكلم بأدب هو ده دايما النادي الاهلي هو ده الاهلي اللي احنا متعودين عليه دايما سواء بقى انت تختلف تتطفق على بعض الجوانب الإدارية أو بعض القرارات الطبيعي جدا فيش حد بياخد كل القرارات صحة ومحدش بياخد كل القرارات غلط ده وارد ده هي دي الدنيا وهي دي الحقيق كي حال الوقت اعتقد الجميع بيتطفق على اخلاق واحترام الكابتن محمود الخطيب ورقيه رقيه ووضوحه الكبير جدا فدي حاجة حاجة مهمة ولفقت ناصر لكن الاهم بالنسبة لي ان الكابتن محمود الخطيب اكتر حاجة ريحتني انا كواحد بشجع النادي الاهلي بصراحة ان هو ابتدى مبرح قالك ايه قالك يا جماعة احنا بنعترف ان ممكن يكون فيه تقسير احنا بنقول لك يا جماعة احنا بنعترف ان ممكن يكون فيه تقسير ممكن يكون عندنا اخطاء وكلام من ده انا اول ما سمعت الكلمتين دول في اول الكلمة بتاعته تمام اللي امتدت لمدة ساعة هديت بقى اللي هو ايه او واحد مثلا اهلاوي متضايق على فرقته زعلان مش عارفه بس اول ما عرفت ان المسؤول نفسه بيعترف بالاخطاء خلاص ابتدي تهدى وبقى عندي استعداد ان انا اسمع بقية الكلام فانا بشوف ان دي في حد ذاتها كانت فكرة زكية جدا من كابتا محمود الخطيب يعني ان هو يبتلي الكلام بالاعتراف بان فيه اخطاء ارتكبناها واثرت وقدت للوضع اللي احنا فيه دلوقتي فكون ان انت تعترف باخطائك وتبقى حاطت ايدك على السلبيات وعرفت عالجها ازاي فبالتالي انت هتعالجه بسرعة وبالتالي انت هتصحح وبسرعة جدا فدي ميزة مهمة قوي قوي كان لازم تبقى موجودة وكان لازم تبقى متوفرة واحنا اتكلمنا فيها على مدار فترات فاتت بالمناسبة لا كنا مكلمين حد ولا كنا عارفين الامور ماشية زي بس احنا حفظين سياسة النادي وعارفين الناس جوه النادي لما النادي مش في افضل حالاته بيبقى عارفين ان فيه اخطاء وبيعترفوا بيها عشان يصلحوا من المنطلق ده احنا اتكلمنا وقلنا الكلام ده تقريبا نفس الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب بالامس في حلقات كتير من الترند في الشهرين 3 اللي فاته وفي مناسبات كتيرة كمان برا قناة النادي الاهلي اتكلمنا في الجزئية دي فكان اهم شيء من وجه نظري هو الاعتراف بالاخطاء مع وضع في الاعتبار ان فيه عوامل كتير جدا اثرت على النادي الاهلي اللي هو انا بقول لك هنا غلطان او بقول لك هو احنا كنادي عندنا اخطاء وده طبيعي ومفيش حد ما بيغلطش خالص ومفيش حد كل قرارته صح تمام لكن في نفس الوقت يا جماعة احنا فيه عوامل اثرت علينا في شكل كبير جدا جدا وتأثر على اي نادي وسرد عدد من الامور والاحداث فيما يتعلق بالفريق على مدار ضغط المطشاط المختلفة فبالتالي انت في اللعبة بتلعب مطشاط كتيرة جدا والاهلي اكتر فيه في العالم لعب كورة وبالتالي بيجي اصابات واصابات كبيرة فبيوع منك لعبة الى او في الفرقة فطبيعا ان انت توصل للمرحلة دي انك ما تبقاش في قمة مستواك وبالتالي تتعصر وتفقد نقاط وتفقد المنافسة على بطوة الدول كل ده ناتج طبيعي لضغط المطشاط وسوق التنظيم من اتحاد المصري لكورة القدم وبخلاف كمان اخطاء التحكمية الكارثية اخطاء فعلا كارثية ده اقل ما يقول عنها انها كارثية حاجات فجأة صراحة يعني وبالتحديد مع النادي الاهلي على مدار فترات كتير جدا انا بشوف اخر موسمين تحديد الاهلي بيتعرض لاخطاء تحكمية مؤثرة للغاية فبرضه اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب بمنتهى الوضوح يعني وقال احنا مستغربين وقال لك احنا كمان هو قارن ما بين اتحاد الكورة والاتحاد الافريكي اتحاد الكورة زي ما قلتلكم من بارح وقبل كده كمان اتحاد الكورة ما بيردش على الاهلي وشايف ان ده نوع من انواع ايه ان انا لو ردت على النادي الاهلي يبقى منفز الاهلي طلواته وان انا خايف من الاهلي وكلام من ده انت اصلا ضعيف انت اصلا ضعيف والله انت بمفروض انت لو قوي وعلى موقف صحيح وعندك حق فيه يبقى حترد وتوضح لاموش لكن انت مش لاقي حاجة تقولها يا ما انت مش لاقي حاجة تقولها يا ما انت عندك تخبط اداري كبير جدا جدا وانا برجح الحل التاني او الاختيار التاني وانشانا بس الناس كتير يعني في المقابل الاتحاد الافريكي لما الاهلي تلع تكلم وقالي يا جماعة بعد نهاية افريكية يا جماعة احنا فيه حاجات كذا 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 ومصلحة الكرة الافريكية يبقى فيه كذا 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 تلع رئيس الاتحاد الافريكي بنفسه وقالك الاهلي عنده حق بس احنا ما جلناش جواب غير من الاتحاد المغربي بخصوص تنظيم مبوران نهائية فعشان كده مش هنا اعتراف الكابتل محمود خطيب نفسه او يعني مش عايز اقول اعتراف اعلانوا على ان فيه ناس من جوه مصر كمسؤولين واعتقد كلكم عارفينهم يعني هما اللي كانوا السبب الرئيسي في ان الاهلي ما يتقدمش او الاتحاد لان الاتحاد هو يتقدم الاتحاد المصر لكرة القدم ما يتقدمش لطالة تنظيم لنهائي دوري ابطال افريكي وتعمده اخفاء الجواب فدي حاجة برضو صعبة اوي ان انت تكون بتتكلم على مفروض اي واحد مصري اي واحد مصري اين كان انتمامه ايه يبقى حريص على انه بلده تنظم محافل ومناسبات قرية مهمة زي دي ابرز بطولة داخل الكرة هي بتطولة دوري ابطال افريكي يكون عندك كمان فريق وصل للنهائي وبيشرفك كل سنة بيوصل للنهائي كل سنة الاهلي موجود في النهائي فلازم انت تبقى جنبه لازم انت تساعده ما تخبيش منه جوابات فانا قالك المكرنة ما بين اتحاد المصري والاتحاد الافريكي مكرنة واضحة للغاية اتكلم كمان على بعض الامور وصائل بعض التساؤلات هل حد حيجيب على هذه التساؤلات حنترك وحنشوف لانا هي كلها بصراحة تساؤلات غاية في الاهمية اهم شيء برضو عجبني في تصريحات الكابتن محمود الخطيب من وجهة نظري هو انه طم انا جماهيري النادي الاهل من ناحية ايه من ناحية الصفقات لان الناس كتير بتسأل طبيعي انت فرقة بتاعتك مش افضل حالتها طبيعي فيه اصابات كتير طبيعي فيه لعيبة بعيدة عن مستواها مع كامل الاعتراف بامكانياتهم المميزة لكن في نفس الوقت في نفس الوقت انت ايه بتأكد انه هيبقى فيه صفقات وصفقات قوية وده برضو اللي اكدنا عليه ما حضراتكم خلال الفترة اللي فاتت ان الاهلي حيدعم بصفقات قوية جدا جدا لان اي نادي بطل لازم يدعم وخصوصا في الظل الفترة الحالية انت بتمر باسوأ فتراتك فانت محتاج تدعيم كبير جدا ومميز وصفقاتي الى قوي وده اللي بإذن لا هيحصل لما يطلع رئيس النادي الاهلي نفسه يأكد لحضراتكم الكلام ده يبقى تطمنه يبقى تطمنه عجبني كمان جزئية تانية وهي بتخص اللعبة نفسه لعبة النادي الاهلي ان الناس دي عندها رصيد كبير قدروا انهم يحقوا طولات كتير جدا وهو سارد الكابتن محمود خطيب عدد كبير من الالقاب اللي حقق النادي الاهلي خلال السنوات القليلة الماضية يعني ايسا على الصعيد الافريكي او الصعيد المحلي والقاب مميزة حتى على الصعيد العالمي خدت برونزي تانكس عالم وقال اللعبة دي قدرت انها تعمل كل المجود اللي عليها اه طبعا يسأله على الفترة الحالية والابتعاد الكبير جدا على مستوىهم الفني والبدني والزهني لكن فيه اسباب قدت لكده فانه هو يدي اللعبة دي كريدت بتاعها ده كان شيء ايجابي جدا من كابتن محمود خطيب وشيء محترم للغاية وممكن اي مسئول يطلع يقولك احنا اللعبة بتاعتنا مش في افضل حالاتها والفلان الفلاني ده مش عارف ماله ده العلان مش عارف ماله لا الراجل يعني بنبرة الاب بيطلع يتكلم على ابنائه اللي هم فعلا حقوقوا انجازات مع النادي الاهلي وبيمروا بفترة صعبة جدا جدا خلال فترة حالية بسبب تراكم وتوالي المباراة والضغوط الكبيرة جدا عليهم والمنافسات فطبيعي ان هم يتأثروا فبصراحة كان موفق جدا الكابتن محمود الخطيب الراقي والمحترم وصاحب الأخلاق العالية جدا وهي دي النمازج يا جماعة اللي لازم تخش بيوتنا هي دي النمازج اللي لازم تخش بيوت المصرين كلها النمازج المحترم المقدمة اللي عندها أخلاق عالية جدا زي الكابتن محمود الخطيب يعني وفيه زيه كتير والله طيب ده بخصوص كلمة الكابتن محمود الخطيب